موسيقى بسم الله أبو الإبن الروح قدس الالواحد أمين أهلا بيكو في آية في حكاية الآية بتاعت النهاردة بنعمة ربنا من إجيل معلمنا يوحنى صحة 19 آية 41 الآية بتقول وكان الموضع في الموضع الذي صلب فيه بستان وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان معنى كده أن المكان الذي صلب فيه المسيح له المجد كان فيه بستان ليه الإنجيل بيحرص أن يقول مكان الصليب فيه بستان معناها أن مكان الألم والتعب والضيق هو مكان المجد والغنى والشبع والفرح والثمار السماوية فكون أن الصليب يرتبط بالبستان ده لأن الصليب فيه المسيح له المجد عشان كده يريد أي وقت صعب بنكتازه ما نبصش للوقت نفسه ما نركز في المشكلة أو في التجربة نركز في المسيح المسلوب هو ده اللي بيحول المرار إلى حلاوة هو ده اللي بيحول الآكل إلى أكل هو ده اللي بيغير طعم التجربة عشان كده الكتاب حرس أنه قال كده كان في الموضع الذي صلب فيه بستان ويا ما ناس مرت بتجارب صعبة ويا ما ناس مرت بمشاكل العالم رخص في عينيها الخلافات انتهت الناس سمحت بعض والناس رجعت عن كل حاجة وحشة بتعملها بسبب الضيقة اللي اكتزوها وده معنى البستان إنه المكان اللي فيه التعب ممكن بعد كده يبقى سبب بركة لنا ويبقى سبب غنى وثمار وفرح لنا ويا بختك ويا بختك لو انت كمان بستان لغيرك يعني انت ما تشوف ناس في ضيقة او في تعب انت تقدم لهم رسالة المسيح المفرحة وانت تقدم لهم رجاء في اليأس اللي هم عايشين فيه يبقى انت في صلبهم أصبحت بستان ليهم تقدر تساعدهم ان تخرجهم من الوقت الصعب والضيقة للمجد والفرح عشان كده معلومة البولوس قال في رسالة روميا صح 8 قال إن كنا نتقلم معه ونتمجد ايضا معه يبقى مش فكرة ألم مش فكرة تعب لا احنا فكرة حضور المسيح له المجد إن كنا نتقلم معه يبقى المسيح له كل المجد هو اللي بيغير طعم الحاجة وهو اللي بيخلي المعوجات طرقا مستقيمة والشعاب طرقا سهلة هو اللي بيخلي المعوجات مستقيمة آسف والشعاب طرقا سهلة يبقى احنا النهاردة عرفنا ليه الانجيل قال وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان بإلهنا كل المجد وكرام الأبدان